لم يدرك مزارعون دورة صفراء في الرقة أنهم سيكونون عرضة لجشع التجار أو نثر محاصيلهم على حفة الطرقات لتجف فبعد مضي أكثر من شهرين على بدء جان ثمرة تعابهم لم يستطيعوا تحقيق الشروط المفروضة عليهم من قبل المؤسسة العامة للأعلاف حتى الآن بسبب الظروف الجوية السائدة في المنطقة بالنسبة لدرجة الرطوبة بالنسبة لمؤسسة الأعلاف يعني حتى ترفعونا درجة نسبة الرطوبة يعني إذا أخذنا عليهم درجة 14% يقول لك هاي مرفوضة ونطالب أجهة المعنية بل يلقونا حل سريع مشان المجففات يعني واليوم إذا الصفرة هاي ما تصرفت يعني حتى حنطة ما رح نقدر نزرع يعني اليوم العالم كلها واقفة يعني بدأ من البذار حكسماد مازوط يعني حتى نسبة المازوط المحروقات والمنطقة مي موجودة نطالب بمجفف ونطالب بتعويض والله حطينا دم قلبنا عليها وماء ودحجي لكتونها نسوي والله وإذا ما صرفت الصفرة ولا ما عندنا استداد نسكر للجمعيات مشان سماد وبذار وغيره ما قدر نزرع قطع الطرق الفرعية والطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي الرقة ودير الزور هو ملاذ الفلاحين الوحيد أملين بإشراق الشمس على محاصيلهم لتعوضهم عن المجففات الآلية ليحصلوا على ثمرة تعبهم حيث لم يجد البعض مكانا على الطرقات فتلف موسمه في بيته وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنا الله يبني كل حبة حطينا أعدالها مصاري التركتور السماد ويفرجها الله والله ما أننا ألا ربنا إن شاء الله يفرجها علينا وضع الصفرة هذا هو هاي ثاني مرة أحولها من طريق لطريق من أزمة السير ها خيو صار اللي من الطريق العام جينا هنا على الطريق المغلة طريق فاضي ها خيو ونطلب الجهات المسؤولة الزراعة يعني لقونا حلول لهالأمور هاي بدنا مجففات بدنا المحصول البركة وفير يعني يا أخي والله العظيم انشريت شهر كامل شايف عليها من طريق لطريق وآخر شي خلصت منها بألف ومئتين ورقا باستقلال التجار وآخر شي حتى الألف ومئتين ما أدعى حصلنا شهر زمان يعني شي تريد سوي هذا الأمر اللي الله اكتبوا علينا فأجهات المعنية بهالحشي هذا مهم نحن مستفيدين منها كل الحشي هذا عدم وجود حل أو تعويض لموسم الذراء الذي اعتبره الفلاحون خاسرا رغم وفرة الانتاج قد يشكل عبءا وزيادة في المصاريف عليهم خلال الموسم الشتوي مما يجعل البعض يعزف عن زراعة القمح لهذا العام